النهاردة كانت فيه مفاجأة داخل تدريب النادي الاهلي لاعب دولي حارساً لمرمى النادي الاهلي وتقلق اليوم في التدريب تعالوا نشوف الحارس الجديد للنادي الاهلي طبعاً نتخضيطه في المقدمة دي هو بيلبس الجوانتي عمر الساعي وفيه أحد مستخاب بكده حيبن في الآخر عشان يبدأ التدريب مع الفريق صمم إنه يبقى حارس مرمى النهاردة على فكرة كتير من اللاعبة بيحبوا يقفوا شوية كده في حراسة المرمى ودي وسام أبو علي وأبو الخير والولاد المحترمين بتأغرف الملابس اللي عاملين الحقيقة يعني جهد مشكور ثم ظهر حارس المرمى الجديد حسين الشحات حارساً لمرمى النادي الاهلي والله بيمسك كرة بشكل كويس ومتعلق بشكل كويس ده لسه في الأول كده الاستلامات مع كده بقى حتشوفوه هو بيترمي فرأيكم ايه نخلي حسين حارس مرمى ولا خلاص كفاءة عم حسين بقى وعليك كمهاجم وتبقى حارس مرمى زي الراجل حارس بتاع مازين بي اللي بقى هدف الفريق دلوقتي بقولك انا نفسي احترف في مصر كمان مش فاكر اسمه الحقيقة لكن عامل حالة بقى هدف الدور هناك اهو سن الشحات كمان بدأ يسخن بقى وبدأ يبقى بجد حارس مرمى النادي الاهلي انا بحب الروح الجميلة دي وبحب يعني العلاقة الطيبة اللي بين اللعيبة وبعضها والجهاز الفني مع اللعبين وانك تبدأ التدريب بحاجة في اللذيذ كده وفي الجميل حلو حلو كل ده جميل طبعا مشيليان كن ولا مدي له اي اهتمام ولا اي حاجة قال له والله مهما عملت برضه ومالكش علاقة بينا كحارس مرمى بس على فكرة فيه اندية كتير ده بجد مش بهزار فسليمان ايه سليمان شيبو ده حارس مازنبي ده كان حارس بقى دلوقتي مهاجم وهو هدى في الدوري الكنغولي حتى هذه اللحظة يعني لكن عايز اقول لكم انه فعلا فيه فرق بتدرب العيب على مركز حراسة المرمى لانه احيانا الله لا يقدر بيحصل حالة طرد بتبقى الفرقة نقصة بتحصل حالة اصابة يكون فريق غير تغييراته بالكامل فلازم يكون هناك من يجيد حراسة المرمى والاهلي خسر كأس مصر مرة لما اضطر انه لعب شدي محمد حارس مرمى وفي الاخر لم يوفق فخسر الاهلي بطولة كأس مصر في الاخر حسين الشحات راح لمصطفى شوبير طلع هو اللي كان مديله الجوانتي بتاعه اشتركوا في القناة